السلام عليكم ورحمة الله من أهم الدروس العملية اللي يمكن أن نستفيد منها بحياتنا اليومية من مدرسة عشراء هو موضوع التوبة والعودة إلى الله بقرار حاسم وجد وصادق حتى لو كنا بفترة من الفترات بعيدين كل البعد عنه تعالى فها هو الحر بن يزيد الرياحي أحد أكبر وأشجع قادة جيش يزيد الظالم والذي تروي كتب السيرة أنه هو من حاصر الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وقطع عنه للطريق بكربلة إلا أنه باللحظة المصري وقف الحر وفكر هل بيبقى بخط الضلال والبعد عن الله تعالى أم أنه بيتخذ قرار صعب جداً وبيأدي لقتله ولكن بيربح رضاء الله وبيربح إخرته فهو يمكن كان قادر أنه يترك معسكر الباطل معسكر يزيد ويقعد على الحياد وينجب روحه من الأتل ولكنه اختار تغيير مسار حياته كله ومرضه بالحلول الوسط لأنه أحياناً ليس هناك من حلول وسط فأما خط الله وأما خط الشيطان وهي ده بده عزيمي وبده قرار وشجاعة ولذلك المستشرق الألماني كورت فيرشلر قال فيما ينقل عنه لا أعتقد أن بإمكاننا العثور على حادثة في الغرب مشابهة لحادثة لحاق الحر بن يزيد الرياحي بالحسين وقال هكذا التحاق لا نجد له نظير سوى في الأساطير بذلك الوقت رأى أحد للحر واستغرب موقفه وسألوا فأجابوا الحر بكلمته الشهيرة وذهب للإمام الحسين ولنتنبه جيداً هون بعد كل ما فعل من ظلم كبير قد يظن الإنسان أنه لا يغتفر بعد كل هيدا سأل الإمام الحسين أنه هل ممكن يتوب إلى الله تعالى فبيجيوب الإمام نعم يتوب الله عليك وهيدا تجسيد عمله لقول الله تعالى المفعم بالرحم والحنان بسورة الزمر قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يعني لا تيأسوا إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم هيدا الخطاب الرباني موجه لكل واحد منا عمل المعاصي ومارس أبشع أنواع المحرمات ولكن بفترة معينة فكر بالتوبة الحقيقية الصادة ولكن الخطر بالموضوع هو أنه يأجل وحدنا التوبة وما يتخذ القرار الحاسم فيها مباشرة نتيجة تعلق بالدنيا وشهواته بالوقت الذي الأمر بيحتاج للإسراع وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وخير الكلام ما قل ودل سلام عليكم وإلى اللقاء